اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هذا الملف وعليش باقي ما توصلش لحد الساعة للحل لهذه القضية هذه؟ كما قلت دائما يتصار نعم هذا الملف تم الإصارات دياله وهذه سنوات وحنا يدب اللي بقينا فيه نشبتين به هو واحد الاتفاق كان بين حكومة عباس الفاسي وفرقاء النخابيين كان في 2011 وهذا الاتفاق إذا بينا كانت تفاجأوا اليوم فهذا السنة في 2013 تم استصدار اتفاق جديد بمقايس أخرى كأن ذلك الاتفاق لم يكن وهذا المطلب الخريج السلم هو المطلب قديم جداً يعني إذا بغينا نجعل التاريخ له هذا المطلب قديم من نهار في مفاشجات النظام الاساسي 85 وشتت الأسرة التعليمية أي المدرس وفيه المدرس وتم الإقبار ديال واحد مجموعة الفئات ونكتصد لهم كبير وكاذا نعود للنظام الاساسي 85 لكي تعمل عندها تداريخ نصرات التعليمية يمكن أن تساعد أستاذ المدرس بالتعليمية في أسلق وي مستدار آساسي الأسلق وفي النظام الاساسي 80 قرروا في البتدائي وفي إدابية وفي التعليم العالي والتأهلي وكتب أكثر من ذلك كانت مؤسسة التعليم البتدائي وكانت التعليم التناوي وكانت التعليم التناوي كان فيها جزءين كان فيها السيك الأول والسيك الثاني نظام 85 فيه الأساسية للتعليم البتدائي والأساسي الأول والسكتاني وأعطوهم المواد ترقي محدود هذا الترقي الذي كان لدينا قادما كان أولاً يعتمد على نظام الكوطة كان يترقى بالمناصب المحدات يعني توطفوا عدد من الناس لدينا مناصبهم خرجتها وزارة الطبيعة الوطنية وزارة الحكومة من الناس لدينا ترقى ترقي باطئ جداً والأساسي للتعليم البتدائي كان عنطرهم المواد السبقى والسلم 10 لا يمكنهن الأساسي الجدد في السلم 10 إذا عطوهم المواد السلم 10 كان يترقوا بسبب سلم 7 يمكن ذلك من الأساسي للإعداد يضعون المواد السلم 11 وكانت تسعيل المادة ١٩ سنوات الـ ١٩ سنوات ١٠٠ سنوات هذه المسألة تتحقي العادية ١٠ سنوات لكي يترقى 10 سنوات. فهذه المادة يتفرض عليها 15 العب. ومن ثم يصل إلى 15 أسد الإعداد يجب أن يترشح. يجب أن يجب أن يترشح ويجب أن يجب أن يستفيدوا لغيروا الإطار أو البتدائي أو هذا. ومن ثم يكون المناصب قليلة وقعت راكمات تاجات من بعد الاتفاق الغوش التسعين الذي أظن مخدوب أنه لا يحلوا المشكلة. نقول اليوم في 2023 ماذا تقريبا أن أستاذ خارجين سواء المتقاعدين ولا سواء الناس الخدامين الذين تدخلوا في إطار المقصيين خير السلعة. أنا أستاذ غير مقصيين نحن تقريبا ما بين 60 إلى 70 ألف. متقاعدين بدون اكتساب الناس الذين خدامين لا بدون اكتساب الناس. ماذا تدخل المعاناة في قطاع التعليم؟ ماذا تقريبا المدة التي تعملت؟ خدمت 31 عام وكنت مجبرة لتقاعد نسبي أو تقاعد نسبي نسبي خدمت 31 عام في قطاع التعليم ولكن الأجرة التي تتحصل عليه كيف هي كافية؟ عندما خرجنا تقاعد نسبي سنقصنا طرف مهم من الأجرة وقد أمنا ونحن ملقى ديناء 31 عام في التعليم وكانت إكرهات سواء الابتدائي أو الإعدادي كانت عندنا إكرهات كثيرة لها مثلا لقد قرروا إبتدائي وقرروا الإعدادي وقرروا التناميم لقد قمت علينا نيابة أو الأكاديمية ونحن جنود لقد قمت علينا جنود لذلك هنا ترى مأساة تعليم والناس التي تفرقت مع أولادها وتجدها ترسل بكي لقد قمت عليها ترسل بكي لأنه يصفتهم مرة في واحد الجبل وراجل في واحد الجبل وما مرة الشهر سيكون حياتهم عادية هذا لا يمكن ويبقوا الناس يرجعون لذلك المدينة سنين واسنين ستكبروا الدرالي ويتربحوا في كنف عائلة في الصحنة لذلك هذه الكراهات التي كانت وزيادة على الناس نحن في الدربيدة كانت تغوطوا لك في المناطق الهامية موحيطة الدربيدة باقي أحياء لا تكونات وتمشي لا تناقع يعني رغم الضلمة بين مزدوجتي التي تعرضوا لها النساء ورجال التعليم أخر ترى الأخير بأحد الأجر الذي لا يحترم الكرامة لا يحترم الكرامة وزيد على هذا الظلم لأننا نحن تقصينا لدينا شهادتنا لدينا مسيرة جدا مفتخرة من التعليم إذا رجعت عدد 18 عام وقالوا لي رجعي التعليم يعني إذا كانت تعليم حبا حبا لأن التي فعلت الحياة لقد كانت بوضع أختي قلسيتك عند الدكتورة في المساة الغيجي قلت وسلم أركب المغرب حتى رجعت المغرب وأصبح بك عن أن JUL حب الوطن ورحة البلد ونحن مستدع موجودة الخصوصة من الزهاج والأختي عند الدكتورة في المساة وراءتنا حسنا لك لأخي على مزيد لا يوجد أساسية عادية لا يوجد أساسية عادية لا يوجد أساسية أعرف كيف يصبغ تصبغ الحياة والعادية تصبغت حيوط وصبغت لكل وقت المدرسة المؤسسة والآن باقي كانوا يقومون بأساسية يعني كثيرة تتعليم عن الحب ليس غير وظيفة لو كان لدينا كلاب كانت قرية وكانت مالعشية نار السبت كانت تنظر تياتر ومع شرعات المؤسسة ومع شرعات المؤسسة لقد علمت في الإنستيتيت فرانسي وعلمت في التهاتر وعلمت في المقامل لأننا نحن نشف في التعليم كيف تقول تقول لكي تحديد المقامل وانا كنت نقوم بعمل بيانو وانا كنت نقوم بعمل بيانو كانت هذا المقامل وحد من الأشهر أصدقائي في كازا يجب أن نسخ تقول لكي كل هذا المقامل وعلمينا سيقوم بعمل ومع شرعات المؤسسة والدى ومارشيد ومارشيد وPR في هذه المقامل المنظمة العراقي الوزارة مؤخرة وقعت واحد اتفاق اليوم مع المركزيات النقابية الأكثر تمتشيلي بالنسبة لك ملاحظة تديركم على حول الاتفاق كما قبل توقفت على النظام الأساسي يعني الترخيات اللي كانت نجزة وترخيات سيتنائية في الاتفاق ديال غوش السواتسعين إن هذا هو مربية الفارس خلقت مأساة فيما يكون شي اتفاق يخلي ضحايا لأن هذه الاتفاقات كنتمشي على ماقاس لا تتحل مشكلة للتعليم لأن المدخل الأساسي لإصلاح المنظومة التعليم والاهتمام بالعنصر البشاقي هذه الاتفاقات مكينة وتتفاق المؤخرة التتفاق كانت تتفاق ديال 27 أبريل 2011 تمت استفادة من نوم الجموعة ديال القطاعات لا بالنسبة للتتفاق للدجابة نعم نحن جديد كنتم تتحول الصفاق الجديد في 2023 تتفاق الكثير من الاتفاق ويأتي أكثر مأساس كبيرة مثلا فالتالي يجب أن الناس الذين يتقاعدوا في 2023 يتعطونهم 6 أشهر يجبون الإمتاع على الصفاق هي المختلفة لـ 11 أوريشيل و لكن من تجاوش أجلا ساعتين ها قوموا ب誤دي وفن داني اخرين نهاية السنة هكذا قطاعات الحكومية يعطوهم ستاعة ستاعة الاف دروس في مليون الفرنج والمليون فرنج هكذا أجلقهم كمكافأة و لكن يأتي بعدها أن يعد عدونا أن يقوموا بواقي إنها ستاعة ستو-تسعين أن تكون ستاعة 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 من أجل الهجراء تبقى 3 ألف ريال أو 4 ألف ريال 150 أو 200 درم تبقى 2.8 ألف ريال لأن هناك قانون يدارته الحكومة السابقة على نظام التقاعد للإجراءاته في 2016 تقضي ثمان سنوات في واحد الراتب ولكن يستفيد منه في المعاش لدينا الأفواج الأخرى في 2014 وعندما يتطبق في 2014 وعندما يتطبق في 2014 وعندما يتطبق في 2014 وعندما يتطبق في 2014 ويستفيد منها ونضع الأمثلة ونفسرها للإخوة المتطبقين لأنهم لم يستفيد أساسي للإجراءات ويجب أن يصل إلى 86 نقطة وإنما يصل إلى 86 نقطة وعندما يصل إلى 86 نقطة وعندما يتطبق ومن المعاركة ومع بعد ما يتطبق هذا ويجب أن يتطبق ويجب أن يتطبق هذا يمكن أن يتطبق هذا يسعى ونعطيك بالحساب ونحن أن أستاذ ونعطيك بالحساب من السلم عاشية تقعوا في ألفين تطبيق الدولان من الاستمرار للحركة من المتحدث في السلم 11 والممثلون من الإعدائي من المبتدائي من الأفضل سلم 11 إذا وإن لم يجب التوجه النساء من الممارسة يجب أن يحسبه فإن في ألفين وحده يعني تقول لك بأنه في 2000 و 2000 دازل السلم الحادي عاشعة إذا ما حال دووز؟ دووز 24 عام في السلم الحادي عاشعة عنده 48 نقطة حسب الأقدمية العامة لكي يصل إلى 86 إلى 87 نقطة يستحيل ويبلغ هذه الأخوان لتقاعده لأن هذه الأخوان الأغلبية فيهم في بعض الحالات البتدائية وبعض الأخوان الإعدادية التي كانوا حصلوا في السلم السعود وكان جادة التسفاق في 2003 الذي أعطيهم سنوات جزافية فيه من فوج 80 فما فوق عنده 64-30 سنة السلم الحاديث في سلم الحاديث في 2003 وكان جزافية في سلم الحاديث في 2003 من الأسبوع العملية عسابة أستاذ خارجينا لكي نتعرف بأن بعض الأمر يأخذ على علماء التعليم في الصفة عامة يقولون أن المطالب يوجدان فعل فإصلاح من المنظومة التعليم وليس تفقين عن الرأي أم لا؟ كما قالت السيوس العلاقة قال بأن النراج والتعليم هو الأساس بل أجل الإصلاح التعليم مهلوم، مهلوم أستاذ. نحن ربما بغينا ساعات ندلنا داخل القسم و كنا كنا نكسبوا قرارات منصفة النيابة والأكاديمية بتصور الوزارة باش يديرنا التغيير نحن قرينا تلمد في كتب مدراسية اللي عقود واش تنميد ما كيتب الدسم من عقد العقد واش أفكار ما كيتديرش من عقد عقد نحن را درنا واحد مجهود كبير باش تطوير ذاك اللي عاطينك فاردينو عليك را ما كتبعوش دائما را كتدير دي فوتوكوبي باش تفتح الولد و لا تنميد عقله ما تتبقىش تبعادش عابا الزيد على أنني أنا معارش هادك دائما أنا ما قديش نساها عموني ما قد نساها واش تهد إعدادي بدا مواد الأساسيالية عربية فرنسية مات بدأ تعطي 6 تسويح يعني جاء واحد الوقت قالك ستوب سنعطيه 4 تسويح في العربية فرنسية تسويح وكذلك يدرون لك على تجهي المدرسة كيف هاد الأساسيالي كانت يقرر بها سيستاه يعني هو سيتهلك في صحصه ستنزلي وزيادة سيستاه المستويات سيخصوا يتبعوه ويصحليهم 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 لقد تسبب المدرسة مناطق الصفات لو انت ساعة وفرنسية تلم cookies وكيف نتافقين أنتم هادثة جيدة؟ ويقومون بقرارة لدينا اربعات السواح أقول أننا نضير تأخذ تمريد رائع لم نقدره أن نضينا بأكد أجزائزك دولوال أو نضينا بشكل عامل وقد نضينا بأكد مستوى أستاذ العراقي؟ الوزراء تتوعد للرجال تعني بواحد نظام أساسي منصف وعادل ومحدد جميع هل تعطيت أن نظام أساسي يمكن أن يحلل مشاكل تساعد؟ أنا أعطيتك الميزان ما تدام المواد للنظام الأساسي لأن هذا يلتقي هذا القائد والسلام لتخلق مآسي جديدة وضحايا جدد ويبقى دائماً غاضي هذه المشكلة وفيها أولاً ميز وتحقير أنك تقارنوا لماذا قطاعات أخرى تستفدوا وهذا ما يستفدوش هناك كذلك هذا المشروع طالعنا عليه بحكم أننا وخدنا المتقاعدين لازلنا الشأن التعليمي يهمنا لأننا كما قد الأستاذنا ندلنا هذا المهن عن حب ويجب أن نتعلم التعليم أو المدرسين تاج فقر أو سيناء إذن في الأخير خدنا بكين مجموعة المواد بحالها في المصارات التي يريدون المصارات المدرسين والمصارات الإداريين هذه المسألة هذة مازال مدقوش فيها المصارات المدرسين يخصوهم يتوحدون أو عندهم مصار واحد بحال أن يتسمى الإدماج، بحال أن يدرون في وزارة العد ويسألة العد أو الإدماج من الكتاب الضبط من درجة واحدة إلى درجة أربعة ويجب أن يكون هناك حق في خارج السلم إلى آخره ويجب أن يكون هناك تحفيزات آخر السنة ويجب أن أعراج إلى واحد من نقطة جبتين مع الأستاذة، وزارة الصربية الوطنية قامت بعدة مناهج جديدة بحال أن نبدأ بطريقة دغماتيكية، ومشينا بطريقة التدريس بالأهداف، ومشينا بطريقة التدريس بالإدماج والكفايات والإدماج هذه المناهج كلها لم يوصلنا منها إله وكأننا نفهم من يتدينا، تدخلوا إلى المدراسة، لا نريد أن نعطيه لأن المدراسة هي ورشة ورشة التعلم، لأنها لا يمكن أن تكون المهار لديك شيء جديد لأنك تتعامل مع الأطفال، وهذا الأطفال يتغيرون من جيل إلى جيل آخر وحسب التربية في البيت إذا كنت تقلب على الحل كنا 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 نقوم بمسألة عن علم النفس والتربية لا تكون نشفتش كنا لدينا أساسي وكنا نقوم بمنايج ما علاقة ذلك مع الشهادات هذه مسألة الشهادات خلقت من أجل امتصاص العطالة ويصدرهم المؤسسة التعليم أستاذ مني تخرج هذه القرية في جميع الأسلام إذا أرجعنا أستاذة طالبوا الاستفادة بأطار رجعي ولأنه يحدث درجة جديدة حول 2014 أطار رجعي مالي وإداري أستاذ يوس نعم أطار رجعي مالي وإداري لأننا ضحقنا نعم نعم هذا مكافأة هذه مكافأة أمريكا تلقى 143 مليار تخسرت على المختار السعجالي بقام من المختار السعجالي إلا الكتاب الأبيض في الرفوف وغم ذلك نقومنا وبقاء المدرسة العمومية في المرتبة الأولى هذه المدرسة الخصوصية لديها عدة امتيازات ولكن لماذا قدرت تعطي النتائج المدرسة العمومية في المتحانة الإشادية ومدرسة العمومية هي الأولى وغم ذلك كما قالت الأستاذة ولكن في التعليم الابتدائي كان الأستاذ قرر خمسة المستويات في فصل واحد خمسة المستويات وغم ذلك 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 لا يمكن أن التعليم هو حق وواجب بشكل صحيح لأن القطاع التعليم تميزة عن جميع القطاعات وعن تدير القطاعات الأخرى وراجل التعليم هو التباشير والسبورة لا يوجد أي شيء التباشير بشكل أخرى وعن نعلم فهو تقضي بشكل صحيح وعن نعرف المجتمع أهو بشكل صحيح يوجد جهد لك حتى يقوموا بشكل صحيح لا يمكن أن يقضي جهد اننا نحن موجودين كما أن الاتفاق يتراجعون لم يكن لديهم الحق يتراجعوا لي أستاذ فارس شكرا جزيلا على قبول الدعوة شكرا جزيلا على إضافة والرسالة أنا من هذا المنبر هذا كن وجه الدعوة للمسؤولين على وزارة طبية الوطنية للتعليم من الوطنية التي نعرفها في السيل الوزير والإصلاحات التي قام بها في عدة قطاعات والنجاح دياله نحن نتمنى أنه ينجح في المهمة دياله حداري ثم حداري من اللوبي الموجود داخل وزارة طبية الوطنية هو اللي راه راه أحد مجموعة للوزراء جاو وما خلاهم يجبوا الإصلاح إذن يجب أن يكون البصيرة ديالكم مفتوحة لهذه الأصوات التي تنادي وتتنعطي ونحن لدينا بزجاف ديال الأفكار وبزجاف ديال المخراجات لعدة حلول كينين وساهلين إذن أنا الناس وكذلك وناشدوا الإخوان في النقابات لأننا نعتبر أن النقابة النقابة هي تاجون فوق أوسينا لأن العمل النقابي عمل من شريف ولكن كان حمال المسؤولية الإخوان في النقابات أنهم سيبقوا مسجون في الطاريخ إن سجل لأن سبقا أن سجل إخفاءات سابقة كميل في التقاعد لأن كانت شماتة تعتبر شماتة شماتة في العمل النقابي شماتة نظارية سيطلب منهم نطلب منهم أنهم يخدموا عقلهم ويفكروا في الطاريخ الطاريخ يسجيل اليوم رأكموا مارس غدات والمتقاعد هذين المتقاعدين كلهم فينا وظهرت شبابهم في العمل داخل القسم وفي صفوف النقابات ودافعنا على المفهوم العمل النقابي على الديمقراطية للنقابة إذن كنقول للإخوان في النقابات أنهم يخدموا عقلهم ويشوفوا هالخوط ديالهم ولا يمكنك فيهم بعض اللي هم آباء ديالهم أنهم يلتفتوا ويدافعوا عليهم بكل قوة ونحن معهم تحية شكرا شكرا جزيلا لسي يوسف العراقي مرة أخرى شكرا أستاذ فارس متتبعي قناة الفاتبريس إلى اللقاء في فرصة قادمة إن شاء الله